نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج زيارة لشباب الجيل الثاني من أبناء المصريين بكندا إلى هيئة قناة السويس بهدف التعرف على طبيعة سير العمل في القناة ومشاهدة قناة السويس الجديدة ومشاريع التنمية المحيطة بها في إطار العمل على تعريف أبناء المصريين بالخارج بالمشروعات القومية نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج زيارة لشباب الجيل الثاني من أبناء المصريين بكندا إلى هيئة قناة السويس بهدف التعرف على طبيعة سير العمل في القناة إلى جانب مشاهدة قناة السويس الجديدة ومشاريع التنمية المحيطة بها الحقيقة أنا سعيدة بوجودي النهاردة في قناة السويس ضمن مرحلة من المراحل الهامة اللي هي مفروض أن احنا بنخاطب بيها ولدنا في الخارج في رحلتهم من كندا إلى مصر وهذه الرحلة هي عبارة عن رحلة لتعريف أبنائنا من أبناء الجيل الثاني والثالث والربع والخامس ببالدهم وبجزرهم في أرض الوطن مصر وبطلب منهم أن كل اللي شافوه النهاردة واللي سمعوه مننا وعلى الحقيقة يشوفه ما يقولوش غير اللي شافوه فعلا أنه سمعوه بس يعني ما يقولوش حاول تجمل الصورة لا هو الصورة كويسة جدا يعني اللي هما شافوه اليامدي كام يوم دول في مصر من إنجازات ومن مشاريع وراحوا تذكير جدا زي حياة كريمة وشوفوا دولة الأنفاء إن شاء الله وشوفوا كناة السويس الجديدة وراحوا الأهرامات وراحوا متاحف وزارة اسكندرية والصعكة وكل اللي هممكن دي اللي شفوها أنا أريد أن يشرحوا الأزمائلهم والأهلهم إيه اللي شافوه وإيه اللي بتعمل في مصر لإمكان الصورة مش واضحة أو بره هما دول الرسل بتوعنا أو حيبلغوا حاجة السفراء بتوعنا اللي هيبلغوا إيه اللي بيحصل في مصر فعلا الزيارة جاءت بمشاركة أكثر من خمسين شابا وفتاة من أبناء المصريين بالخارج والذين عبروا عن فخرهم بما شاهدوا من إنجازات تتم بسواعد مصرية كما أكدوا على حرصهم على التفوق في كل المجالات لنقل الخبرة لوطنهم والمساهمة في هذه المشروعات فخرين جداً باللي احنا شفناه واللي احنا بنشوفه إن احنا نوريهم مصر قادرة تعمل إيه والمصريين بيقدروا يعملوا إيه دي أكبر رسالة نقدر ناخدها معنا كندا ونقول للعالم كله على المصر قادرة تعمله وفخرين جداً بغاية سويس والطرق الجديدة والأنفاء اللي عتشوفها ويعني الحضارة طبعاً فخرين إن احنا مصريين فدي يا دوباك بندك كده حاجة بسيطة للولاد يقدروا يرجعوا بها لكندا ويقولوا للعالم كله من خلال الزيارة دي مصر قادرت وبتقدر تعمل إيه أنا حسيت إن أنا بزود بقعد على المشروعات دي يعني بحس إن أنا لاي إيد في كل اللي بيعملوه يعني هابجاد قربت من كندا حتى يعني هابجاد تبقى زي الدول برة أنا حسيت إن البلد اتغيرت تماماً عن ما سبتها حسيت إن فعلاً في حاجات كتير قوي يعني اتحسنت موضوعها يا كريمة يعني حسيت بالدفع الما بين الناس الناس فعلاً كان بتحاول تساعد بعض يعني كل حد معا جنيه أو كده كان بيحطوا عشان البلد تتحسن فدل أنا حسيت بي تأتي هذه الزيارة بهدف تعريف أبناء المصريين بالخارج بما تحققه الدولة من نجاحات في مختلف الملفات وقدرتها على مواجهة التحديات إلى جانب التعرف على المشروعات العملاقة التي تقوم بها مصر في الجمهورية الجديدة لتحقيق خطط التنمية المستدامة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري